يعني ربما السؤال الأبرز والأهم إزاي نربي أولادنا على التخطيط لمستقبلهم بشكل جيد؟ إزاي نفهم هم عايزين إيه ونطوروا؟ أول حاجة من صغرهم إن أنا أديهم المساحة أديهم سبيس كده أسق فيهم نسق في أولادنا إنه هو يبدأ يخطط للحاجات الصغيرة في يومه أبدأ كده معاه أشوفه هو دماغه فيها إيه إحنا دايماً عندنا إحساس بإننا أنا اللي عارف الصح وأنا اللي هخطط لك وأنا اللي عارف إيه أحسن حاجة ممكن تعملها وأنا عندي تجربة فشلة في حاجة معينة فأنا مش عايزيك تخوض التجربة دي فمهم إن أنا أول نقطة إن أنا أبقى بصص لولادي هم مش مشروعي أو مش جاي عوض فيهم اللي فاتني هم تجربة جديدة بنبدأ مع بعض هم تجربة حياتية منفردة ويونيك بذات نفسها فإن أنا أبقى مدياله المساحة إنه يعبر عن نفسه إنه يختار الاختيارات الصغيرة من أول الرياضة اللي هو عايز يلعبها اللبس اللي هو عايز يلبسه والأماكن اللي عايز يروحها الحاجات الصغيرة دي أساعد إنه هو يفكر وأنا معاك وفي ظهرك وافتح له بقى المجال قدامه عايز ده ولا ده عايز تلعب سباحة ولا عايز تلعب رياضة تانية عايز تروح درس تلوين ولا درس موسيقى أخليه اللي اختياره قدامه كثير وهو اللي يختار ولبما يختار بقى ما استعجلش بقى النتيجة ولا هو إيه ده أنت مش إنت اللي اختارت بنفسك؟ فين الكلام؟ فين؟ مش ستار ليه؟ مش أسروا اللي حواليك دول أحسن منك في إيه؟ هي دي أبشع كلمة في الدنيا الضغط العصبي ده بيخلي حتى لو الطفل حابب اللي هو بيعمله ومختاره وحايندم أشد الندم والله إما أنا مختار حاجة ومش أقل لك حاجة تانية اختاريني جلد الزيت ده صعب جدا دايما إن ابن خلتك أحسن منك في إيه؟ ليه أشتر من اللي جايب درجة ده جايب أحسن منك في إيه؟ انت ناقص عنه إيه؟ دي تبقى صعب جدا أو سؤاله إنت أقل منه في إيه؟ هو مش أقل من حد في حاجة ولا أحسن ومش مطلوب مننا إن احنا نبقى مخلين العيال في سباق طول الوقت هو مش في سباق كان المثالية دي تضره تضره طبعا جدا وتخليه مضغوط طول الوقت وحسس إنه مش كفاية أنا دايما في حاجة نقصاني أنا لازم أوصل لحاجة معينة عشان بابا وماما يفرحوا بي ويحبوني ويقولوا لي إن نشاطر دكتور بي دي نقطة مهمة جدا هتاخدنا المصطلح دايما من نسمعه اللي هو الباد لوزرز في أطفال ما عندهمش حلو إن هو يكون كومباتات وحلو إن هو يكون دايما عنده روح الحماسة وعايز يكون أحسن حاجة وينافق حلو جدا فيش مشكلة بس في منهم ما بيبقاش عارف إزاي يخسر أو لو لما يخسر أو لما حاجة ما يبقاش أحسن حد فيها ستار زي ما حضرتك قلت ما يبقاش عارف يتعامل إزاي نربي أصلا في ولادنا الروح دي إن هو يخسر عادي طبعا مش عايزين حد يخسر بس إن هو يارف يتعامل هو أصلا سون الأوليتر هو هيخسر ده واقع ولازم نتعامل معاه ونبقى عارفين ومعرفين إنه هيخسر وقابل ده أبتدي أنا في البيت لو أنا حسيت إنه ولادي ما عندهمش روح المنافسة المسلمة دي إن أنا تمام لو خسرت هفكر في نفسي أعمل إيه بدل مفضل أهري وأنكت في نفسي أبتدي في البيت معاهم ألعب معاهم لعب فيها سباء ألعب معاهم لعب فيها حد خسران وكذبين وأوريه له أماضي لنا لما خسر إيه اللي بيحصل آه أنا زعلانا شعور الزعل ده فالد وطبيعي المشاعر دايما مفصح وغلط وإحنا بنتعامل مع الولاد أي مشاعر مفصح وغلط فآه أنا زعلانا إنه أنا خسرانا طبعا أنا هعمل لإيه دلوقتي أنا هتمرن في اللعبة دي هلعب أكتر لحد المرة الجاية الراوند الجاية لما نيجي نلعب علشان أشوف ممكن أكسب إزاي أطور من نفسي إزاي فماضي لنا المرة اللي بعدها أخسره في حاجة إحنا دايما بنعملها غلط إنه لما نيجي نلعب مع أولادنا علشان نفرحهم دايما هما كذبانين مهما حصل هما كذبانين فييجوا حبيبي بره في أرض الواقع يتصدموا آه ما بكسبش ليه أنا دايما خسران ليه فمهم إن أنا بعد ما وريت وإحنا بنخسر إزاي أخليه هو يخسر وهو لسه في حدني وفليدية وعمل إقرار لمشاعر الحزن وفي نفس الوقت أركز معي على شعور اللي هو أنت زعلين أنت غيران هايلايت المشاعر دي وسميها وهو ممكن يكون غيران من صحبه وده برضو من المشاعر الفلد هو شعور الغيرة ده ممكن يكون مفيد طول ما أنا عارفة أهزبه ما بيتحولش لحقد وحسد شكرا والحسد والحقد ده أول واحد بيأذي إيه ابني لو ابني مشاعر وتحولت لكده هو أول واحد هيتأذي مش غيره فأنا أقوله أنت غيران ده اسمه غيرة يبقى إحنا نعمل إيه لما نحس بشعور الغيرة ده عشان ما يأذيناش أو يأذي غيرنا إن إحنا أول حاجة نتمنى الخير للشخص اللي إحنا غيرانين منه نروح نبريكله نتبسطله وندرب نفسنا إزاي نتبسطله تاني حاجة نشوف هو ممكن يكون بيعمل إيه ممكن أنا أعمل إيه زيادة عشان أكسب أنا كمان أو أوصل للوضع الشخص ده فيه فبالتالي أعوده إنه هو منه هو صغير قد كده لحد ما يجبر ويبقى في الشغل وحوالينه نفسين كتير أنا طبيعي إن أنا أبقى شايفة اللي حوالي عامليني إزاي وابقى نفسي أبقى زيه أنا مش هأنب نفسي عارفة فيه ناس ساعات إيه هو أنا غيران ليه دي مصيبة دي كارثة أنا شخص وحش لأ أنت مش شخص وحش مشاعرك من حقك بس إنت إزاي هتتعامل مع المشاعر دي يا زي ما دي قلتك فيه فارق بين إن أنا غيران إن أنا عايز أنا كمان فرصة مثلا أو عايز أوصل لمكان معين لكن أتمنى الخير لللي قدامي بالضبط فيه فرق بين الحقد أو إن أنا أتمنى منه أتمنى أتمنى له زوال النعمة فيه فرق كبير بين الاتنين بالضبط وده اللي إحنا بنعلمه وهم صغيرين وده اللي بيسقل شخصيتهم وبيخليه شخص راسي مش طول الوقت بصص هنا وبصص هنا وبصص هنا ومش عارف هو عايز إيه لأنه هو دايما حاسس إنه هو مطلوب منه حاجة فهو مش كامل فأنا هشوف هنا وهنا وحاول أقلد